مرحبا شباب اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة انا بعيد رفع الفيديو اللي كنت رفعه قبل كده اللي هو مجموعة لتمارين الرجلين باستخدام وزن الجسم لكن النهاردة مزود عليه شرح اكتر يعني فيه شرح مفصل لاجزاء العضلات وفي اخر الفيديو في برنامج تدريبي كامل للمتقدمين ولمبتدئين بعدد اتكرار وعدد الجولات التمارين بتاعت النهاردة هي مهمة جدا للبنات وبتدي شكل ممتاز للرجلين غير كده ان فيها تمارين بترفع مستوى الهارتفليت بصورة عالية جدا التمارين الاول هو الـ Air Squat اللي بيشغل عضلة الكوادرسيفس الامامية للرجلين والتمارين ممتاز لجميع عضلات الرجلين التمارين الثاني وهو Air Squat التمارين ممتاز برضو لعدلات الرجلين الامامية وعضلات المعدة ويركز صورة أكثر على العضلات السفلية للمعدة عضلة الكوادرسيبس عضلة كبيرة جدا تعتبر من أكبر عضلات الجسم فعيزة تمرين قوي وعيزة عدد جلسات كتير عشان تشتغل بشكل صحيح التمرين الثالث وهو السوموسكواك السوموسكواك برضو بيشغل عضلات الأمامية للرجلين اللي هي الكوادرسيبس بيركز بصورة كبيرة جدا على عضلات الماكسماين جلوتس اللي هي عضلات المقعدة فحاولوا انت بتعمل التمرين انك تنزل يعني تنزل اقصى مدى تحت ممكن حيث انك تشد اكتر عضلات المقعدة وتشغل عضلات الكوادرسيبس بصورة صحيحة التمرين الرابع وهو السيسي سكوات السيسي سكوات برضو بشغل عضلة الكوادرسيبس العضلة الامامية للرجلين وحاول انك تنزل تحت اقصى مدى ممكن هو بشغل العضلة الخارجية للكوادرسيبس نفس ما انت شايف في الصورة حاول انك تنزل تحت اقصى مدى ممكن وحاول ان الحركة تكون سلو موشن شوية يعني ببطء شوية بحيث انك تاخد المدى كامل التمرين الخامس وهو تمرين الطعم الخلفي او ممكن تعمله لنفس التمرين تعمله بالامام مفيش اي مشكلة على حسب ماك ترتاح وعلى حسب اليقطة وعلى حسب مستوى قوة عضلات الرجلين عندك حاول انك تبعد رجلك مسافة متوسطة التمرين اللونج تمرين معقد شوية يعني اللونج ستيب يعني لو هتبعد رجلك اقصى مدى ممكن للخلف فانت كده بتشغل عضلات الامسترنج ولو تعمل شورط استب تشغل عضلات كوادرسيبس اكتر يعني الخطوة القسيرة بتشغل عضلات الكوادرسيبس اللي هي العضلات الامامية والخطوة الواسعة بتشغل عضلات الامسترنج اللي هي العضلات الخلفية وعضلات المحعدة التمرين السادس وهو reverse Lunge High Knee نفس التمرين السادس لكن بتطلع بالركبة فوق كأنك بتعمل High Knee التمرين ممتاز أنه يعمل عضلات الرجلين كلها وأنه يعمل عضلات الأبدومنال اللي هي عضلات المعدة التمرين السابع وهو بالبيريوم لونج التمرين من أقوى تمرين الرجلين اللي أنت ممكن تعملها بوزن الجسم وحتى لو تتمرن بأوزان أو تتمرن في الجم التمرين مهم جداً لازم تلعبوا كل تمرينة التمرين برضه نفس تمرين لونج العادي الشورتستيب تركز على العضلات الأمامية للرجلين اللي هي الكوادروسيبس واللونج ستيب بتشغل عضلات الحامسترينج والماكسمايم جلوت التمرين ممتاز حاول أنك تنزل تحت الأقصى مدى ممكن وحاول أنك تعمله عدد تكرارات عالية وحتطلك البرنامج في آخر الفيديو ممكن تشوفه تعرف مستواك وحاول أنك تعمله بتكرارات كتير التمرين الثامن وهو فورورد تو باكورد لانش نفس ما أنت شايف في الفيديو التمرين محتاج غياقة شوية والتمرين هيرفع عندك الهارتريت يعني التمرين قوي لأنه بيشغل عضلات الرجلين كلها العضلات الأمامية والعضلات الخلفية والماكسمايم جلوت وبشغل عضلات الكالف حاول أنك تعمل التمرين لو أنت لسه محتدئ اعمله بصورة بطيئة يعني بلاش تعمله بسرعة عشان تكون عندك قدرة أنك تكمل عدد التكرارات التمرين التاسع والأخير هو تمرين كالف ريسيز وهو العضلة السمانة أو عضلة الكالف العضلة الكالف عضلة مهمة جدا وفي ناس كتير جدا بصراحة بتهملها عضلة الكالف تعتبر القلب التاني في جسم الإنسان حاول أنك تطلع على مشترقلك أقصى مدى ممكن وحاول أنك تعمل يعني سبات لسنية أو سنيتين بحيث أنك تعطي رينج أوف موشن للعضلة كلها ومعنا حاليا البرنامج التدريبي حاول أنك دال للمبتدئين حاول أنك تتبع الجوالات وتتبع عدد التكرارات بنفس ما أنت شايف ويريت أنك تمشي على التمرين فترة يعني سبوع أو سبوعين أو ثلاثة حد ما وصداك يتقدم وبعدين نتبع نظام المتقدمين أرجو منكم أنكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وأن تظرونا في الفيديوهات الجاية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر